اشتركوا في القناة ماذا افعل عجل بنتك لك من مثل ذا المحل وعلم ان من ترك شيء الله عوضه الله تعالى خيرا منه وتحرزك من ان تمسع وان تحمل واجبا من الواجبات عليك ولكن وجودك فيه في ذا المحل ومع ادارة الخمور فيه وحملها من غيرك وقد يكون بعضهم من المسلمين ايضا واللعنة تشمل الحامل والمحمولة اليك ما جاء في الحديث وجودك في هذا المكان وعند كونك مدير الصالة في الامور المالية يدخل فيها ايضا الثمن الذي يتعلق بالخمور والمسكيرات فحينئذن يختلط ايضا بالمال وآكله وبايعه ومبتاعه داخلون في اللعنة اليد بالله تعالى فعجل بنتك لك من مثل هذا الموطن ويفتح الله لك بهابا نرزقي ونوسيكا ان لا تغفر عن قراءة سورة الواقع كل يوم وعن قراءة لا الهل الله الملك الحق المبين مئة مرة وعن قراءة سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله مئة مرة ايضا ان كان بعد سنة الصبح قبل فريضتها فذلك افضل اوقاتها فهي من اقوى اسباب تسير الرزق كما ان التقوى يقول ربك عنها ومن يتق الله يجعلهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب واذكر هنا ما ذكر لنا بعض مديري بعض مديري الفنادق بالمدينة المنورة قال انه لقيا الشيخ الشعراوي رحمة الله وكان الرجل ايضا يستغل في مكان فيه تباع او توجد الخمور كأنه ايضا فندق اوروب فلما كلم الشيخ بذلك امره ان نصحه امره ان يخرج مباشرة فقال ان عندي بعض الظروف كذا ومن الديون كذا فكيف اعمل فقال له الشيخ ان ربك تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا اعتسب الشيخ قول سألك هنا يا ولدي هو اول التقوى ولا اول المخرج ولا اول التقوى ما يتق الله يجعل له مخرج قال انت تريد المخرج قبل التقوى قال موش هكذا اول تقوى بعدين المخرج قم بتقوى الله والمخرج يتيك فالتأثر فيه كلامه خرج مباشرة فما مرت الى فترة يسيرة واجتمع ببعض الاخوان في بعض الدول فرتبوه وطلبوه لان يدير فندقا بالمدينة المنورة ولم يزله الان فوق العشرين او حوال ثلاثين من السنين وهو بجوار الحرم الشريف مديرا لذلك الفندق قد قضيت ديونه وصلحت شؤونه لبركات التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتسب